هلو حبايبي الحلوين grade 6 اليوم عدكم هذا الpractice هذا التمرين page 86 صفحة 86 بكتاب الطالب فكرة هذا الpractice انه يطيقكم مثل ما موجودة بهاي الصورة جمل بهاي الطريقة ويحط لك الخيارات بين قوسيا وانت لازم تختار الصحيحة اوكي تعالوا اقراركم صيغة السؤال ومن ثم اترجم لكم الاسئلة اللي موجودة صيغة السؤال تقول find jid the correct noun الاسم الصحيح for the verb للفعل and circle it وحوطه اذن find the correct noun for the verb and circle it يعني جد الاسم الصحيح للفعل وحوطه طبعا شنو يعني فعل الافعال اللي اخذناهن مال الطبخ مثل slice يعني يقطع فشنو الكلمة اللي تتناسب وياه بالفعل slice هل هي onions لو oil انت لازم تشوف شنو الصحيحة وتختار الصحيح واضحة لحد دينانا الفكرة هسا تعالوا اترجم لكم سؤال سؤال لكن الحل عليكم number one يقول you انت must يجب عليك be careful ان تكون حذرا when عندما you slice تقطع وحاطلك بين قوسين onions معناتها بصل لو oil اللي معناتها زيت with be a sharp knife سكينة حادة يجب ان تكون حذرا when you slice عندما تقطع with a sharp knife بسكينة حادة شو تقطع onions البصل لو oil الزيت شوف يا هي الصح and circle it وحوطها نجي على number two يقول you انت must يجب عليك peel ان تقشر وحاطلك بين قوسين an orange برتقال the bread الخبز before قبل you can eat it ان تأكلها اذا you must peel يجب عليك ان تقشر before you can eat it قبل ان تأكلها شنية هايا اللي لازم نسوي لها peel تقشير an orange البرتقال البرتقال the bread الخبز اختار الصح and circle it number three great ابرش وحاطلك بين قوسين the tomatoes الطماطة لو the cheese الجبن before قبل you put ان تضعها حاطلك بين قوسين هنان them لو it on the pizza على البيتزة هنان يقصد بالthem او ال it على اليمن على الجواب الصحيح مالتك شوف الجواب مالتك اذا مفرد رح تختار لل it اذا جواب مالتك جمع فرح تحط ل them okay شوية ركزوا بهاي النقطة لان شوية بها صعوبة great ابرش اشتبرش the tomatoes الطماطة لو the cheese الجبن before you put قبل ان تضعه them اللي معناتها home وهي تفيد الجمع لو it اللي معناتها هو وتفيد المفرد on على the pizza el-pizza number four يقول my sister اختي spread دهنت وحاطلك بين قوسين the olives الزيتون لو the butter الزبدة on على the sandwich الشطيرة او اللفة احنا بالعراق نسميها my sister spread اختي دهنت on the sandwich على الشطيرة جدهنت the olives الزيتون لو the butter الزبدة شوفوا يا هي صح and circle it وحوطوها نجي على number five يقول it is إنه best من الأفضل to wash and تخسل وحاطلك بين قوسين vegetables الخضار لو cheese الجبنة before قبل you start pizza يعني pizza الخبز المسطح هيا هي flat bread pizza التي تكون مصنوعة من الخبز الخبز الجاهز واحد يروح يشتري خبز ويجيب ويحط فوق شوية cheese وتوميتو ويحط ها بالفرن ويشويها يعني ما حاجة إنه يقعد يسوي عجينة ومدري شنو لا خبز جاهز فقط يرش على ingredients المكونات وصارت لبيتزا اوكي اذا هذي هي فكرة ال flat bread pizza يعني بيتزا الخبز المسطح او بيتزا الخبز اذا اعيد هاي النقطة put ضع the flat bread pizza بيتزا الخبز in في وحاط لك بين قوسي the oven الفرن لو the fridge الثلاج to bake لي يتم خبز ها put ضع the flat bread pizza بيتزا الخبز in في وان حاط حط ها the oven الفرن لو the fridge الثلاج to bake لي يتم خبز ها شوفوا يا هي صح and circle it number seven يقول you can أنت تستطيع mix أن تخلط حاط لك بين قوسي ice cream المثلجات لو honey العسل with مع tea الشاي to make لتصنع a drink شراب لتصنع شراب ل or cough and cold ل السعال و نزلات البرد شوفوا يا هي الصح and circle it نجي على last one number eight يقول it is إنه not healthy غير صحي to add and to leave too much الكثير من وحاطلك بين قوسي orange juice عصير البرتقال لو sugar السكر to your tea لشايك or coffee أو قهوتك it is not healthy إنه من غير الصحي to add and to leave too much الكثير من شنو orange juice عصير البرتقال لو sugar السكر to your tea or coffee للشاي أو القهوة شوف يا هي صح and circle it وحوط ها لحد هنانا انتهى الترجمة أتمنى وضحة لكم ورح تعرفون شون تختارون الشي الصحيح اشتركوا في القناة